بدأ أصحاب معامل طوب وعمال في بلدة أدرب الكرك اعتصاما مفتوحا رفضا لقرار نقلهم إلى المدينة الصناعية في منطقة اللجون هنا وعلى مدخل بلدة أدرب محافظة الكرك تقع سبع معامل طوب تنتج أنواعه المختلفة منذ ما يزيد على عشرين عاما وتستوعب العشرات من العمال الأردنيين والوافدين حتى باتت مصدر رزق ولقمة عيش لعدد كبير من العائلات هنا بيد أن الطارئة في الأمر هو تفاجأ أصحاب هذه المعامل قبيل أيام بقرار من بلدية الكرك الكبرى يقضي بفصل التيار الكهربائي والمياه عنهم وإجبارهم على الانتقال إلى المدينة الصناعية التي تبعد حوالي عشرين كيلو مترا بمنطقة اللجون ما جعلهم ينفذون اعتصاما مفتوحا رفضا لهذا القرار الذي اعتبروه مجحفا بحقهم لا سيما وأن المعامل مقامة خارج التنظيم وتبعد عن المساكن مسافة كبيرة حسب ما يقولون يا سيد العزيزة نحن سبع معامل طوب في أدر ولكن فوجينا من بلدية الكرك أخذوا قرار بفصل التيار الكهربائي والمياه عنها ولكن هذه تعيل حوالي سبعين نفر من المواطنين نحن كابناء بلدة هاي المعامل ما بتأثر علينا قطعيا لا بالعكس هاي المعامل بتدر دخل على الاقتصاد في بلدة أدر من ناحية مطاعم سوبر ماركت دكاكين لوجود عمال ووجود مشتريات وبكون فيه أرخص للطوب شايف من بعض المناطق البعيدة عن البلدة هذا القرار راح يوقفنا راح يخرب بيوت وعيال راح يوقفنا لو أنه القرار على كل الكرك اللي عليها النقل بنرحل كلها يعتمع بعض لا ما فيه مشكلة حتى الكل يشتغل أما أن إحنا خارج التنظيم وسبع معامل إحنا سبع معامل سبع أو ساكنين إحنا سكان أدر أنا بشتغل شغيل في معمل الخام شغيل ولاد بلد بنشتغل إحنا قاعدين في إيدينا أنا لما يرحلني على اللجون طب أنا بدي عشل لرات لمصر للجون محافظ الكرك أكد أن هذا القرار تنظيمي بحت وسيشمل كافة معامل الطوب في المحافظة وليس معامل أدر وحدها حقيقة تم اتخاذ قرار من قبل بلدة الكرك الكبرى بنقل جميع معامل الطوب إلى منطقة صناعية تخدم جميع معامل الطوب وكما تعلم إحنا جهة تنفيذية وإن شاء الله سوف يكون جميع معامل الطوب في تلك المنطقة المخصصة لهذه المعامل وهو حقيقة لا يشمل منطقة أدر لوحدها بل جميع معامل الطوب في المحافظة وفي الوقت الذي تطالب به الحكومة بالمشاريع التشغيلية والاستثمارية والتوجه للمهن لما تحققه من مردود وتخفف من وطأة وحدة ثنائية الفقر والبطالة المنتشرة بنسب عالية يطالب أصحاب معامل الطوب الجهات المعنية بإنصافهم وتحقيق مطالبهم من محافظة الكرك محمد الكفاوين برؤية ترجمة نانسي قنقر